حتى النزوح أصبح جريمة لا مفرأ فأنت في زمن ميليشيا الحوثي تهرب من موتها لتواجه قذائفها في طريق نزوحك هذا هو حال نازحي مدينة الدريهمي الذين وضعتهم أقدار الحرب بين كارثة البقاء ومرارة النزوح في الطريق إلى مديرية الخخة كانت هذه الأسرة الفارة من جحيم المواجهات في الدريهمي لكنها وفق المركز الإعلامي للواء العمالقة تعرضت لقذائف ميليشيا الحوثي وهو ما أدى لإصابة جميع أفرادها بإصابات متوسطة وخطيرة كانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت في الخامس من أكتوبر الحالي مخيم بني جابر للنازحين في مديرية الخخة وهو ما أدى وفق مصادر طبية إلى مقتل امرأة وإصابة 12 مدنيا بينهم ثمانية أطفال أمر فضيع تصف الأمم المتحدة ما حدث في مخيم النازحين مؤكدة على لسان منسق الشيون الإنسانية في اليمن ليزيغراندي بأن ما يحدث في اليمن صادم بكل المقاييس مشيرة في بيان لها إلى إصابة قرابة 17 مدنيا خلال أسبوع قصة النزوح في اليمن هي جزء من الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم بتصنيف الأمم المتحدة وبحسب إحصائيات منظماتها فهناك أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماست للمساعدة الإنسانية بينما قتل وجرح أكثر من 65 ألفا في حرب مستمرة بدون مبرر معقول بحسب المنسقة الإنسانية في الأمم المتحدة